بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم هذه هديتي لكل أحبابي وأصدقائي بمناسبة اليوم السابع والعشرين من رمضان الكلام عن روعة في سورة سيدنا يوسف تبدأ السورة بذكر رؤية عندما يقول سيدنا يوسف لأبيه إني أرى كذا رأى أحد عشر كوكبان والشمس والقمر ليس أجدين ونرى أن السورة تنتهي بتأويل هذه الرؤية هذا تأويل رؤياي من قبل فسبحان الله على هذه المصادفة العجيب ثم في قصة سيدنا يوسف قعد هذه الرؤية إخوته يلقونه في الجب في البئر هذه هي المرحلة الثانية في القصة والمرحلة الثانية الأخيرة من الأخير في القصة هي اعتراف إخوة سيدنا يوسف بذنبهم سبحان الله على هذه الصدفة الجميلة وثم في المرحلة الثالثة في القصة تتهمه امرأة العزيز أنه راودها عن نفسها وفي المرحلة الثالثة من آخر القصة قبل أن يسجد له إخوته تعترف الامرأة أنها هي التي راودته عن نفسه سبحان الله وثم في أول القصة بعد أن راودته عن نفسه أيضا جلبت أصدقائها وفي آخر القصة قبل أن تعترف اعترف النشوة أيضا نفس القصة تأتي بالمقلوب بالتعاكس ونجتمر القصة من أولها بعد أن اتهموه دخل السجن وأيضا قبل أن تعترف النشوة خرج من السجن وما نرجع إلى أول القصة رأى الرؤية ألقوه في الجب اتهمته الامرأة اتهمته النشاء دخل السجن ورأينا كيف أن ذلك في سورة يوسف ذكر بالمقلوب في آخر القصة ماذا بقي صار عندنا خمس حوادث بقي لنا الرؤية التي رآها الملك هذا رقم ستة في الحوادث وبعدها رقم ستة من الخلف أن يوسف أول الرؤية التي رآها الملك هذه هي قصة سيدنا يوسف ستة حوادث بعكسها ستة حوادث ولكن الرائعة والجميل هو وسط القصة التي هي رؤية الملك وتأويلها ما الرائع فيها الرائع أنها وسط القصة ونفس المعنى الذي بدأت به القصة الرؤية سيدنا يوسف انتهت السورة بتأويل رؤية سيدنا يوسف وسط القصة رؤية الملك انتهت بعدها رأسا بتأويل رؤية الملك هذا التوازي والتناسب لا يمكن لبشر أن يأتي به علما أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا يكتب ويؤلف ويفكر ويصحح غدا ثم يرتب القصة من هنا ويرتب القصة من هناك كان يتلو القرآن كما يوحى إليه وقضي الأمر انتهى ما في تغيير ما في تصحيح ولم تكن السور تنزل عليه قطعة واحدة تنزل عليه آيات هنا وآيات هناك مستحيل على أي بشر أن يفعل هذا ونذكر أن ذلك نفس التصميم في آية الكرسي ذكرناها في فيديو كيف هي متوازية ومتعاكسة بين أولها وآخرها وكيف أن نصفها هام جدا يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وكذلك في آية النور وكيف كان نصفها هام جدا وكذلك سورة الفاتحة كيف أن نصفها هام جدا إياك نعبده هو متعلق بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين متعلق بباقي السورة وهو اهدن الدعاء اهدن الصراط المستقيم إلى آخره هذه الروعة في التوازي لا يمكن لبشر ولا كمبيوتر ولا غيره أن يفعله علما أن ما يوجد في القرآن من المعجزات الأخرى متشابكة مع كل هذا مع الإعجاز اللغوي سبحان الله طبعا الملحد والكافر سوف يأتي بستمائة ألف لف ودوران ليتهرب من ماذا ليتهرب من مسؤولية الاعتراف بالله تعالى هو يعرف وأحس وأغلق المفتاح على عقله سكر الكمبيوتر لأنه إذا أقر بلسانه وظاهرا أصبح ملدما ولا يريد هذا السبب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته